مدار الأخبار في دقيقة ونصف أهلا بكم أعلن رئيس الحكومة عزيزة خنوش تخصيص 15 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرعية هذا وأوضح ضمن جوابه على سؤال محوري في إطار الجلزة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول استراتيجية الاقتصادية العامة لمواجهة التقلبات العالمية المتتلية أن مخصصات صندوق المقاصة بلغ 21 مليار درهم حتى ما تم سنة 2021 مقابل توقعات كانت في حدود الـ 12.5 مليار درهم خلال نفس السنة وأنه من المتوقع أن ترتفع تحملات صندوق المقاصة بما يفوق 15 مليار درهم إضافية مقارنة مع توقعات قانون المالية سنة 2022 التي كانت حددتها في 17 مليار درهم وبشكل حسري حسر موقع مدار 21 على معطيات تفيد بأن رئيس الحكومة عزيزة خنوش وقع منتصف الأسبوع المنصرم على مرسوم إعفاء رئيسة الجامعة الحسن الأول بستات إثر طلب تقدم به عبدالطيف الميروي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعد جملة الفضائح التي عرفتها جامعة ستات في الآوينة الأخيرة من الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط وصولا إلى التوظيفات القبلية ثم القيمة المفقودة لشواهد ستات ومعها التزوير في النقط والمحاضر وحلت صباح اليوم بمقر رئاسة جامعة الحسن الأول بستات مفتشية عامة من الوزارة الوصية لاستكمال إجراءات العزل ومتابعة لميلاف من سيقود المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022 خرج وحيد خليزيتش مدرب المنتخب الوطني برد جديد على التصريحات الأخيرة لفوز القجع حول تدبير الخلافات بالمنتخب ومستقبله بقيادة الفريق مستغربان انتقاده وهو يفوز بالمباريات ويبصم على أداء جيد رفقة الفريق الأول من وجهة نظره موضحا أنه يجب أن يبدأ في خسارة المباريات لكي يكون انتقادهم مبررا مضيفا أن عودة زياج للفريق مجرد إشاعة الحكومة تدرس منح جواز السفر لأطفال المغربيات دون موافقة الأب وإسبانيا تختار مصالحها وتدير ظهرها للغاز الجزائري للمسيط من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع الجريدة إلى اللقاء